استفسه الجمهور السعودي فاقرر ان يعاقب الجميع بعد مباراة السعودية امام البحرين الجمهور السعودي بالكامل حمل نتيجة المباراة لسالم الدوسري انه ضيع ضربة الجزاء طبعا الكلام ده عادة جمهور الالاء ومن بعدها عينك ما تشوف انه النور سالم الدوسري مش معتمد حد ناخل مباراة الفيحة سجل فيها هدف ومناخل مباراة العين في قمة الكرة الاسيوية وان خليجية علشان يسجل هاتريك تاريفي في مرلع العين ايو انا حد باللاعب الكبير لما يستفس بيرد في المرع اربع اهداف في اربع تيام مفيش فيهم وانا ضرب الجزاء اربع اهداف كلها من لعب مفتوح اربع اهداف كل اهداف فيهم احلى من الهدف اللاب بالموسم الحالي اللي بيتقال فيه ان خلاص سالم الدوسري راحت عليها تلاقي ان سالم في بطولة الدوري السعودي لهاب سبع مباريات ساهم فيها بست اهداف ثلاث اهداف بالتسجيل والثلاث اهداف في الصلاح في دورة ابطالة اسيا للنغبة لعب ثلاث مباريات سجل فيهم اربع اهداف فانت بتتكنم ان الموسم الحالي الراجل عامل ارقام كبيرة جدا على مستوى المشاركات والصلاح والتسجيل فالناس اللي بتقول انها واحد على سالم الدوسري يعني انت بتتفرقه على لاعب تاني يا جماعة الفير والله العظيم وغسطورة ولا يزال سالم الدوسري حتى الان هو افضل لاعب يلعب كرة قدمة على المستوى السعودي بدون جدال او نقاش مفيش لاعب سعودي بيقدم اللي بيقدمه سالم الدوسري وارجع افكركم اولها للمرة التالتة المنتخب السعودي باذن الله انت اهل لكاس العالم هيكون باقدام سالم الدوسري